أهلا بكم جدل كبير أحاط بخطة إرسال أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنظب إلى أوكرانيا لما يحمله من مخاطر صحية كبيرة وقبل الولوج إلى عالم اليورانيوم المنظب ومعرفة ماهيته وآثاره فلنتعرف أولا على اليورانيوم المخصب للتفريق بينهما اليورانيوم المخصب هو النوع الذي ترفع فيه نسبة اليورانيوم 235 عبر عملية فصل النظائر أما الخليط المتبقي بعد إزالة اليورانيوم المخصب فهو المنظب أو المستنفذ لاحتواهي على كميات منخفضة من نظيري اليورانيوم 234 و235 يمتلك اليورانيوم المنظب خصائص السمية الكيموية نفسها التي يتميز بها اليورانيوم لكنه أقل إشعاعا كيميائيا اليورانيوم المنظب معدن ذو كثافة عالية وهو ما يجعله مثاليا لصناعة الذخيرة الخارقة للدروع هذه الكثافة تساعد في اختراق المضارعات الثقيلة والدبابات أكثر وأقوى من كثافة الرصاص العادي يمتلك اليورانيوم القدرة على الشحذ الذاتي ما تنتج عنه مقذوفات تشتعل وتنفجر عند الاستضام وبالتالي تساعد على الاختراق في اللحظة التي تطلق فيها هذه الذخيرة تتكون سحابة حارقة من الغبار والمعادن في الهواء وهو الأمر الذي يثير الجدل حول مخاطره الصحية والسرطانية تحديدا في حال استنشاقة الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذه الذخائر وتحديدا ذخائر من عيار 120 مليمترا كسلاح يمكن إطلاقه من دبابات أبرامز الأمريكية وكذلك من الممكن استخدامها على دبابات شالينجر البريطانية ترجمة نانسي قنقر